أربع شارع شريف برنامج ده بيقدمه طبعاً الزميل والإعلامي الكبير والعزيز شريف مدكور بيقدمه من على المسرح الروماني في المدينة التراثية في مدينة العالمين ضمن فعليات مهرجان العالمين في نسخته التانية هي فكرة هايلة وهناك نعرف عنها أكتر وهناك نتكلم عنها أكتر من شريف مدكور المنورني أهلاً بي اللي منورت دنيا كلها بجات حسميه شمس التلفزيون يعني كتير والله أولاً مرسيني أنت جتي النهاردة وحضرتي الحفلة بشكورك جداً ليه الفخر في الحقيقة أن أنا يمكن كنت أول موزيع السنة اللي فاتت يتم اختياره ويزيع افتتاح وختم مهرجان العالمين في نسخته الأولى السنة دي في النسخة التانية فجأت وكل شكر للشركة المتحدة للخدمات العالمية أنهم اختاروا أن أربع شريف يتواجد في المسرح الروماني بحفلتين حفلة لبرانسست الغناء العربي ديانا حداد وانت حضرتي الحفلة والحفلة التانية كانت مع طابلة الست وفرقة فؤاد ومنيب وأنا موجود دايماً في المهرجان في الحقيقة كمان لأن غير أربعة شريف كل يوم ثلاثة بطلع في الحياة في العالمين نغطي كده ونقول أخبار المهرجان إيه وأخبار المدينة إيه اللي عامل ليه إمبهار نكلم عن الإمبهار وعلى فكرة أن حضرت الحفلتين مش بس داينة حداد وانا خليني أقول لك أنا معجبة قوي بالفكرة الحقيقة شريف لأنه فكرة أنه أصلاً كموزيع تعرف تحجز مكانة دي عند ناس كتير وتبقى حريص أن أنت تقابلهم في مدينة العالمين على هامش فعليات مهرجان العالمين وخليني كمان يعني أحييك على فكرة أن أنت تدو خمس أسر عشان يجوا يحضروا الحفلة أكلمني أنا مشارفة يعني أنا محتاجة أسألك كتير قوي والله وانا أعملت دعوة لخمس أسر وعملت دعوة لخمسة وعشرين سيدة من محاربات السرطان أنهم يجووا يحضروا وزي ما تشوفت ست دايانة حداد كانت مدفعلة جداً معاهم قوي 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 قوم من القاهرة مخصوص فبينشكرهم طبعاً وبصي مبسوط قوي أنا بحب أتفاعل مع جمهور وأشوفوا الجمهور وجمهور يشوفني يعني لدرجة ساعتها بقى ماشي مع أهلي فأهلي يقول لي هو أنت تعرفهم؟ أقول لهم لا أقول لي أصولهم بيسلموا عليك يعني أجنجوا كنتم مع بعض مبالح أقول لهم أنا كنتم معهم مبالحة التلفزيون خشاشة بس فطبعا دي حاجة نحمد ربنا عليها وحلوة قوي أن المتحدة برضو مدتنا الفرصة أن احنا نطلع حفلات بكواليتي جودة عالية هنقول في الصوت في الإضاءة تصوير مسارح زي ما انت شايف عاملة زي لكل النجوم المصريين والعرب المشرفين ومنورنا وللجمهور المصري والعربي اللي يستاهل من على أرض مصر ومن على أرض العالمين أن هو يشوف صورة مشرفة